من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار هادي الخلق قول وثعال طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعين ونصوه بقلائد الوقفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني خواتفي حلقة جديدة من برامجكم وقفات تذكرون تحدثنا في حلقة الأسبوع الماضي تحت عنوان وقفات مع الصالحين ورأيت أن أتحدث في هذه الحلقة عن تكوين الإنسان الصالح أو ممكن أن نقول طريقنا إلى الولد الصالح هذا الولد سيكون في الغد هو الرجل الصالح الذي نريد طريقنا إلى الولد الصالح إلى الإنسان الصالح فحديثنا اليوم كيف نكون هذا الإنسان الصالح ولكن سنتكلم مباشرة عن الولد الصالح كيف أنشئه صالحا وكيف أعمل على تكوين ولد صالح مع وضع بعض الاتبارات وهي أشبه ما تكون بالمقدمة المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الوالدين أن يعمل على صلاح ولدهما وبالمناسبة حينما أقول ولد يدخل في ذلك في ذلك الذكر والأنثى لأنها كلمة ولد ومصطلح ولد يشمل لاثنين الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فحينما تسمع أن أتحدث عن الولد أقصد الذكر والأنثى طريقنا إلى الولد الصالح يعني الذكر والأنثى الله سبحانه وتعالى أوجب على الوالدين تكوين الولد الصالح والعمل على تنشئته ليكون صالحا وحذر من إهمال هذا الجانب فقال سبحانه وتعالى والآيات في ذلك كثيرة لكن أشهر هذه الآيات قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى يأمر الوالدين أن يعمل على تكوين هذا الولد وتنشئته تنشئ صالحة لوقايته من النار ولوقايته من الجنة ولكن لعلكم تلحظون هذا الملحظ قو أنفسكم وأهليكم من لم يكن في نفسه صالحا يصعب عليه أن يسعى في إصلاح غيره والذي يفشل في إصلاح نفسه هذه مدعاة لأن يفشل في إصلاح غيره ويبدأ الإنسان بأن يكون هذه النفس على الصلاح حتى يستطيع أن يؤثر في ولده هذه المسألة الأولى المسألة الثانية الصلاح هبة ومنة من الله سبحانه وتعالى هذا لا بد أن يستقر في النفوس أن الذي يصلح النفس ويصلح الأولاد هو الله سبحانه وتعالى قد يعمل الإنسان الدهر الطويل في تربية أبنائه وأولاده على الصلاح لكن لا يخرج منهم صالح لأنها هبة من الله منة من الله عطاء من الله سبحانه وتعالى فالعبد حينما يمارس أنواع التربية في سبيل إصلاح ولده لا يعتمد على هذه الوسائل ولا يعتمد على هذه الإمكانات التي عنده ولا يعتمد على ما عنده من الذكاء والحصافة لا لكن يسأل ربه تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد في صلاح ولده لأنه هو الواهب وهو الممتن سبحانه وتعالى اسمعوا ماذا قال الحق سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين فالله سبحانه وتعالى امتن على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصلاح ولديه قال سبحانه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فبشره الله تبارك وتعالى بولده أن يكون نبيا من الصالحين المسألة الثالثة في هذه المقدمة حينما نعمل على صلاح الولد فإننا ندخر لأنفسنا في الدنيا والآخرة كنزا عظيما الولد الصالح أعظم الكنز وأعظم ما يدخر وأعظم ما تبذل فيه الأوقات والطاقات والجهود والأموال أن يكون ولدي صالح ينتفع وأنتفع بصلاحه في الدنيا والآخرة اسمعوا ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام خير ما يخلف المرء بعد موته ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده رواه بن حبان فهذا الذي يخلفه الإنسان يخلف هذا الكنز وهذا الادخار العظيم ولد صالح كما قلت إما صبي ولا بنت يكون صالح كلما عمل من الصالحات صب في موازين حسنات والديه الذين اشتهدوا في صلاحه من هذه الاعتبارات التي في هذه المقدمة أن الله سبحانه وتعالى يجمع شمل الصالحين في الدنيا والآخرة يجمع شمل الصالحين في الجنة فإذا كان الوالد صالحا والولد صالحا جمع الله سبحانه وتعالى شملهما في الدنيا والآخرة ولا شك أن من نعيم الجنة من نعيم الجنة أن يجتمع الإنسان بوالديه وولده وأهله الله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا تدبروا أخواني وأخواتي هذه الآيات العظيمة قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان آمنوا يعني هذا هو الصلاح واتبعتهم ذريتهم بإيمان هذا هو الصلاح والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وكذلك يقول الله تبارك وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بما صبرتم وبذلتم هذه الجهود في إصلاح نفوسكم وأولادكم يجتمع هذا الشمل في الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم ووالدينا وأزواجنا وأبناءنا في أعلى جنان الخلد اللهم آمين فاصل معاشر الأحبة ثم أتواصل معكم فانتظرنا حياكم الله أخواني وإخواتي من جديد وحديث عن تكوين الولد الصالح طريقنا إلى الولد الصالح قبل أن أبدأ في هذه في عد هذه المراحل التي ينبغي أن لا نغفل عنها في تكوين الولد الصالح أقول نحن في حاجة إلى إنسان صالح من الأشياء التي سمعناها كثيرا أن كثير من وسائل التربية ووسائل التنشئة تجد أنها تسعى إلى هدف تحقيق وتكوين المواطن الصالح مواطن صالح ولكن الذي نريده الآن نريد إنسان صالح المواطن الصالح هذه مرحلة ولكن قد يكون هذا المواطن الصالح صالحا في وطنه فإذا خرج من وطنه خلع عباءة الصلاح وكأنه يعبد ربه تبارك وتعالى بصلاحه في وطنه فقط والسبب أن التنشئة كانت تقول مواطن صالح مواطن صالح مواطن صالح فارتبط في ذهنه أن يكون صالحا في وطنه والأصل أننا نربي أبناءنا على أن يكون أحدهم إنسانا صالحا إنسان صالح صالح في وطنه في غير وطنه صالح في أي مكان لذا تستغرب حينما ترى بعض الأخوة قد يكون في بلده قد يكون في بلده محافظا على شراء الدين العظيمة الكبيرة فإذا سافر تحلل منها وترك الكثير منها ترى المرأة ربما تتحجب وتعتني بعباءتها في وطنها لأنها صالحة مواطن صالحة ولكنها حينما تغادر وطنها أول ما تبدأ به أن تخلع هذا الحجاب وترمي هذه العباءة وتفعل ما لم تكن تفعله في وطنها وهذا في إشكال عقدي خطير فالأصل أننا نسعى في تكوين إنسان صالح يكون صالح في بلده في مجتمعه مع أهله وأقاربه ومن يعيش في هذا الوقت ويكون إنسان صالحا مع الآخرين يكون إنسان صالح مع أبناء جلدته من المسلمين ويكون صالحا مع غيرهم من غير المسلمين يتمثل الصلاح في نفسه فيكون إنسان صالح وهذا أمر ضروري أن ننتبه إليه من أوائل الملاحظات التي ينبغي أن يتفكر فيها الإنسان حينما يريد أن ينشأ ولده على الصلاح أن يهتم باختيار شريك الحياة إن كان رجلا اختار زوجة صالحة تعينه على تنشئة ولده على الصلاح إن كانت امرأة اختارت شريكا صالحا ليعينها على تربية ولدها على الصلاح لأن هذه الأسرة هذه اللبنة هي الجزء الأول في هذا المجتمع فاختيار الشريك من البداية الشريك الصالح سواء كان رجل أو امرأة هذا هو المعينة الأول لهذا يلاحظ خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثر فيها يعني قديما 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 بس كنا يعني نقول نقول الشارع يربي والمدرسة تربي والأصدقاء يربون فهؤلاء كلهم يزاحمون تربية البيت بس الآن أقول يليتنا بقينا على الشارع وبقينا على المدرسة وبقينا على الأصحاب الآن المنصات الفضائية والمنصات الإعلامية المتيسرة في يد كل ولد هي التي تربي هذه البرامج والتطبيقات التي تستهدف الناشئة هي التي تربي هذه الألعاب على اختلاف أنواعها ومسمياتها هي التي تربي بعيد عن قضية عقدة المؤامرة لا لا الآن هذا واقع نعيشة هذه المنصات الإعلامية والفضائية هي تستهدف الأجيال الحالية والقادمة يقوم عليها خبراء في علم النفس يقوم عليها خبراء في التربية يقوم عليها خبراء في تخصصات مختنفة على التطبيق الواحد ربما قام عليه أكثر من خمسين خبير كيف يستهدف تغيير سلوك هذا الإنسان والعبث في تنشئته وإبعاده عن هويته الإسلامية ودينه بل ربما استهدفت شعوب أخرى غير مسلمة بعض البرامج وبعض المنصات الإعلامية والفضائية بعض التطبيقات ربما تستهدف شعوب غير الشعوب الإسلامية وهذه الخطورة خطورة الغزو الفكري ولهذا يختار الإنسان من يعين على صلاح ولده وأول ما يبدأ بذلك يبدأ بهذا الشريك زوجة كانت أو زوجا قال رجل الحسن رحمه الله تعالى إن لي بنت وإنها تخطب يعني كثر الخطاب فمن أزوجها فقال زوجها من يتق الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها وهذه أصول يعني اليوم لما يقول بعض الأبنائنا وشبابنا ويتزوج بعيد جدا عن أعين الوالدين لأن هذه البرامج التي تحدثت عنها قبل قليل من الأشياء التي تستهدفها في أسرنا أن تفصل بين الوالدين والأولاد تحاول أن تفصل تفصلهم جسديا تفصلهم روحيا وجداريا تفصلهم حتى في العادات والتقاليد والأعراف والهوية إلى درجة أنه ما يمكن أن يتزوج بناء على نصيحة أب أو نصيحة أم فتجد دائما الأختيارات في الغالب اختيارات غير صائبة أنها مبنية على عاطفة الاستلطاف الآخر وحب الآخر وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعني قد يقول قال أنتم نازلتم تقولون هذه الأحريث نعم وسنبقى نكررها إلى قيام الساعة سنبقى نكررها ما بقينا لا يمكن لا يمكن للإنسان المسلم أن يسعد وينجح في حياته إلا بهذين الهديين بالكتاب والسنة وهذا الذي يقوله صلى الله عليه وسلم سيبقى هو حبل النجاء إلى يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريب وتدبروا معاشر الأخوة والأخوات ترضون دينه وخلقه عنده دين وعنده خلق يأتي عنده دين ولا عنده أخلاق دين هذا دينه ناقص أو مزيف لأن الدين يدعو إلى مكارم الأخلاق ما يمكن أن يكون متدين ويكون بخيل يكون متدين يكون كذاب يكون متدين يكون سارق أو سباب أو لعان فإذا جاء يقول عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض فتنة وفساد عريض نعم والإنسان يرى في كثير من المجتمعات التي لا تأخذ بهذا الهدي تنتشر فيها الفتن والفساد العريض يقول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين هذه كلها أسباب تدعو إلى الزواج لكن حرص على الدينة التدين الصحيح التدين الحقيقي لا التدين المزيف كما قلت في الأسواء الماضي نحن لا ندعو إلى الرجل الصالح الصلاح المزيف لا هذا سهل المزيف اليوم ممكن الإنسان يزخرف الصلاحة ويخدع به الآخرين لا نتحدث عن ذلك نتحدث عن التدين الصحيح الذي يرضاه الله تبارك وتعالى والحديث في هذه المسألة اختيار الشريك الصالح حديث يطول لكني أخرج وإياكم في فاصل ثم أعود فانتبرونا حياكم الله أخواني أخواتي من جديد وحديث عن تكوين الولد الصالح بطريقنا إلى الولد الصالح وقلت قبل قليل أننا في حاجة إلى إعادة قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تنشئة الولد الصالح اليوم نسمع دعوات تقول نحن نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني ولا أدري ماذا يقصد بعض الناس بهذه الدعوة تجديد الخطاب الديني أنا أقول دائما حينما أسمع هذه العبارة أقول نحن في حاجة إلى تفعيل الخطاب الديني لا تجديد الخطاب الديني نحتاج إلى تفعيل الخطاب الديني الخطاب الديني موجود عندنا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بمكارم الأخلاق فلنفعل هذا الخطاب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى مكارم الأخلاق فلنفعل هذا الخطاب نحتاج إلى تفعيل الخطاب الديني ما عندنا إشكال في نصوص الكتاب والسنة لا ما عندنا إشكال في الخطاب الديني بقدر ما عندنا من إشكال في تغييب تغييب الخطاب الديني أو تهميش الخطاب الديني أو إهمال الخطاب الديني أو السعي في إماتة الخطاب الديني لا نحن نحتاج إلى تفعيل الخطاب الديني فلما يقرأ الإنسان سيرة من أرسله الله تبارك وتعالى لهداية البشرية كل البشرية ويأخذ هذا الجانب في مسألة تكوين الولد الصالح سيجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم طاهرا بينا لكن يحتاج إلى تفعيل يقول أحد السلف لولده اسمعوا ماذا قال قال يا ابني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف يقول لا تغتر ولا يسلبك لا يسلبك جمال المرأة وأنت تبحث عن شريك الحياة وتقدمه على النسب الشريف الذي هو جزء من الصلاح قال فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف أبو الأسود الدؤالي رحمه الله تعالى يقول لأولاده قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا قالوا صغارا وكبارا هذا ممكن أحسنت إلينا صغارا وكبارا هذا نحن معقول لكن كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد قال اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها حرصت على أن تكون أمكم إذا ذكرت رفعتم رؤوسكم ما يطأطأ الإنسان برأسه فقضية اختيار شريك الحياة مهم هذا في شأن المرأة كذلك في شأن الرجل يقول أحدهم إذا تزوجت فكن حابقا واسأل عن الغصن وعن منبته ليس عن الغصن فقط وحتى عن المنبت لأن يتأثر الغصن إذا تأثر المنبت قال أحدهم وهو أبو عمر ابن العلاء قال رجل لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها وهذه أعظم من السابقة يقول لا أتزوج من امرأة حتى أنظر إلى ولدي منها شلون بتشوف ولدك وانت ما أخذتها بعد كيف ستنظر إلى ولدك منها وانت ما تزوجت بها ولا دخلت بها قيل له كيف ذاك قال أنظر إلى أبيها وإلى أمها فإنها تجر أو تجر بأحدهما يتأثر الإنسان الغصن يتأثر من مبته وفمادة الإنبات هذه التراب إلى هذه الدرجة يبحث الإنسان عن شريك الحياة لهذا لا تستغربون إخواني وأخواتي حينما يقول لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول تخيروا لنطفكم تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم فيحرص الإنسان تحرص المرأة على الرجل الصالح لأنه سيكون في الغد مؤثرا على ولد وولدها وكذلك يحرص على أن تكون هذه الأم تعينه على تربية الولد من مسائل تكوين الولد الصالح الدعاء لهما بالصلاح أنا أسأل نفسي وأسألكم إخواني وأخواتي وأرجوكم أن تجيبوا بينكم بين أنفسكم هل ندعو بصلاح أبنائنا وهل لنا وردا هل لنا وردا في كل يوم ندعو بصلاح الأبناء والبنات نعم نحن قد نتقن فن الشكوى ونتشك ونقول عيالنا تغير والجيل جيل صالح هل دعونا بصلاح الأبناء ولا أتكلم عن دعوة في الأسبوع أو دعوة في الشهر أو دعوة في السنة أتكلم يوميا يوميا هل لك دقائق لا أقول ساعات هل لك دقائق تدعو فيها بصلاح ولدك بعضنا قد يدعو على ولده وهذه مصيبة قل لا روح الله لا يوفكك الله لا يهديك الله لا يسعدك أعوذ بالله أعوذ بالله اسمعوا هذه الآيات التي تتكرر ولا تتصورون إخواني وأخواتي أن الله سبحانه وتعالى يكر علينا هذه الآيات إلا لرسالة يا أيها الآباء أيها الأمهات احرصوا على الدعاء لأولادكم بل احرص على الدعاء لولدك قبل أن يولد قبل أن يولد وقبل أن يتكون جنينا في بطن أمه ادعو له بالصلاح بل ادعو بصلاح ولدك قبل أن تتزوج أو قبل أن يتزوج ولدك وابنتك دعو لهما بصلاح الذرية الله سبحانه وتعالى اسمعوا هذه آيات عديدة الله سبحانه وتعالى يقول وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يعني يدعون ربهم وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يدعون بصلاح الذرية يقول الله سبحانه وتعالى في دعاء الصالحين ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تصوروا أخواني هذه العيات لما تتكرر هذه رسالة تقول هذه الرسالة الأنبياء والمرسلون يدعون بصلاح أولادهم وذرياتهم وأنا وأنتم من أدعو أنبياء ورسل يدعون بصلاح الأبناء والذرية يقول الله سبحانه وتعالى عن أم مريم عليه السلام قال الحق سبحانه وتعالى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تدعو لها بالصلاح وأن يصرف الله تبارك وتعالى عنها الشيطان وتدعو لذريتها يقول الله تبارك وتعالى هناك دعا زكريا ربه زكريا نبي عليه الصلاة والسلام هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية ضيبة إنك سميع الدعاء كما قلنا في المقدمة صلاح الأبناء هب من الله قال هب لي من لدنك ويقول سبحانه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَبِّي جَعَلْ هَذَا هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ آيات كثيرة كلها فيها هذه الرسالة ادعو لي أبنائكم فالأنبياء يدعون ادعو لي أولادكم فالرسل يدعون والصالحون يدعون يقول الله سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا ويقول سبحانه وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا تكررت هذه الآية بل جاء النس على الدعاء بصلاح الأبناء قال الله سبحانه وتعالى وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَاءٍ حَلِيمٍ وَقَالَ سُبْحَانَهُ قَالَ رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّةِ إِنَّكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فالوالد له دعوة صالحة فليدعو بها لولده يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولدهن الموضوع أطول من هذا الآمر الذي ذكرته ولكن الوقت يشير إلى الانتهاء فوصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وإن كان في نفسي أن أتحدث أكثر عن هذا الأمر وهو قضية تنشئة وتكوين الولد الصالح يسر الله سبحانه وتعالى لعلنا نتحدث في حلقات قادمة في هذا الباب وفي هذا الميدان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ذرياتنا اللهم أصلح لنا ذرياتنا اللهم أصلح لنا ذرياتنا أصلحنا وأصلح بنا يا حيو يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجمعنا بوالدينا وأزواجنا وأبنائنا في جنات النعيم إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار لهادي الخلق من قول وفعال قاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعيم ونصوه بقلائد الوقفات ترجمة نانسي قنقر